بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بالكرام أخواننا المهتمين بشؤون زراعة الخضر والبيوت المحمية أهلا وسهلا بحضراتكم والنهاردة بإذن الله تعالى بنتكلم عن زراعة الخيار طبعا أنا معلش أنا أجازة مش هتكلم هيكلمكم أخونا صديقي أبو يوسف العراقي ده له تجربة ما شاء الله تعالى في أستراليا بصراحة إبداع عايزكم تشوفوها وتركزوا معاه عشان الناس اللي فاكروا أن الزراعة يعني صعبة جدا لا الزراعة بس حكون أنك تركز مع حد يكون محترم بيحترم نفسه وبيحترم كلام ويحترم المعلومة اللي بتطلع منه والحمد لله إحنا ما بنقبش عليكم أي حاجة وإحنا صايمين والله على ما أقول شهيد اسمع كويس شوف الرجل بيقول إيه ومن أول التجهيز بتاعه للزراعة الجميلة دهيا الزراعة بتاعته ديه بتنفع طبعا في الممكن لو عندك حتة أرجم ملاحة أو حاجة ممكن تعمل الطريقة ديا وهنشرح لكم من أول محط الشتلات بتاعته لحد إن شاء الله تعالى ما نجمع وهو يعني الراجل متبرع بأنه هو يشرح لكم الشرح ده كله يعني عايز يعني من حضراتكم كده تركزوا شوية واللي مش فهم حاجة برضو بإذن الله تعالى بنعملها لو أسيبكم مع أبو يوسف شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله كيف الحال ورمضان كريم مع الجميع اليوم حبينا نشارككم زراعة الخيار من الشتلة وليس الفذرة إلى الثمرة وهذا اليوم الحمد لله كملنا نقل البادرات الشتلات كاملة طبعا هذه الزيادة التعويضية إذا يصير عدنا نقص والحمد لله كملنا اليوم كل الشتلات طبعا الشكر أول شي لقناة بنوراما زراعية بشكل عام والدكتور رجب بشكل خاص لأنه هو المشرف عبر الأثير على المشروع بكل التفاصيل واللي يعني بكل دقة وبكل صغيرة وكبيرة يعني احنا نشكر التكنولوجيا اللي تستخدم للأشياء المفيدة كهذه بصراحة أنا كمستجد على الزراعة ما كنت أعرف أوصل إلى هذا المستوى قبل ما يتدخل الدكتور وهذه ليست مجاملة طبعا دكتور يعني أي واحد يتابع اليوتيوب أو يشوف الفيديوهات راح يعرف أنه الإمكانية بالزراعة والخبرة مو بس الشهادة الآخر هي فمن اليوم إن شاء الله نكون أسبوعيا هذا الخيار شتوي شتوي لأنه بأستراليا لأنه توقيت الصيف عكس الشتاء بالصيف والصيف شتاء عندنا لذلك إنه ممكن نطرح مشاكل الخيار الشتوية عندنا موسم سابق صار عندنا مشاكل فيه وراح نطرحها ونطرح الفروقات والمشاكل الري مشاكل الرش التسميد من البداية إلى النهاية وبحلقات متتابعة وممكن يندمجون عند بالقناة لاحقا ممكن هذا كوصف بالبداية تعريفي مثل ما تفضلت عمر النبات اليوم ممكن من خمسة عشر إلى عشرين يوم واليوم بأنه تم نقله هو بشكل صحي مثل ما تشوفون إجراءات بالبداية إجراءات احترازية ثلاث أنواع فقط اللي استخدمتها مادة مثل الصابون هي اسمها باث اكس أو مع الكلور وهذا مجرد تنظيف تنظف الفلين بوكس هذا التحت حتى لا يكون فيه باقي رطوبة أو باقي طحالب موجودة اثنين المادة الأخرى اللي هي الفورتشين وأنا جدا دائما أعلق على هذه المادة هي مادة كثير قوية ما تستخدم للنبات بعد عمر الخمسة عشر يوم يعني إذا صار قريب للثمار لكنها فعالة جدا جدا لجميع أنواع الحشرات كتنظيف المحمية من الحشرات والديدان وأي أنواع أخرى هذا صار عندنا فطري وحشري فورشيت أيضا بالأرض أو بالأطراف مادة الكبريت يعني على حسب أنه ما قاعدة تبين أنه هي مجرد غبار حسب الجهاز اللي رشها على كل طول القناة اللي تحت النباتات هذه كلها مرشوشة بالكبريت يعني يقلل يعني أول ما هو عنده سيطرة على المايت اللي هو المايت سبايدر أو نوع من نوع العناكب ثاني شي هو قد يساعد ولو بجزء قليل أنه من قلة الرطوبة أو الحفاظ على من الأوراق البياض الدقيقي يعني ممكن يساعد المستقبل فهي بس ثلاث أشياء للرشو وهذه احترازية طبعا يعني كل اللي راح يصير إن شاء الله وقائي قبل حدوث الأضرار لأنه بعد الأضرار العلاج مرات يلحق ومرات ما يلحق فأنا أشكركم الساعة صدركم وتحملكم هذا الفيديو وأكيد عندنا فيديو أسبوعي نلحق بالتتبع هذه الفيديوهات شكرا جزيلا للجميع زي ما حضراتكم شوفتم كده بسم الله ما شاء الله يعني تجربة رائعة ومنتزة جدا مع أخونا أبي يوسف من أول التجهيز عنده طبعا اللي هو حطه ده هم بزرعه بطريقتين طريقة دي طريقة الوسائد بتاعت الكوكوبيت تمام ولكنها صغيرة بتاخد نباتين تمام وإذا ما حضراتكم شايفين نفس البيوت اللي عندنا بالزبط ولكن يعني إن شاء الله عندهم روعة فيه إن هم مغطيين كل سطح التربة أهوا بحيث إن ما فيش رطوبة ما فيش أي مأوى للحشرات يعني عندنا التربة بيبقى في حشيش وتبقى تربة في الأول وفي الأخر بتبقى مأوى للحشرات لا هم يعني تقريبا لو حسبت القصة ده هتلاقيها يعني ما تضاهي كمية المبيدات اللي إحنا بنضيفها لمجفحة المبيدات الفطرية والحشرية طبعا الكوكوبيت اللي هم حطينه ده هوا بيبقى فيه كل واحد فيهم اتنين نبات تمام بين الخط والخط 170 سنتي وبين النبات والنبات 50 سنتي وطبعا الخرطوم أهوت أو الهوز بيبقى في منتصف الكوكوبيت تمام وعلى كده ممكن يزرع بزور مباشرة وممكن يزرع الشتلات ولكن هم علشان يختصروا القصة فبيزرعوا الشتلات تمام طبعا فيه بعد كده طبعا بيبدأ بالمحلول المغزي اللي هو الأي والبي تمام وبإذن الله تعالى برضو الرجل هتولى إنه هو يشرح لنا قصة المحلول المغزي في الأي والبي بإذن الله تعالى كتابة ويعني إذ كان فيه ناس بتخفيه كتير فبإذن الله تعالى هنشوف مع أبو يوسف كل الحاجات اللي حضراتكم شايفينها دهيا من أول ما بدأ يزرع مرارا بالمكافحة مرارا بالمحلول المغزي اللي بيحطوه انتهاءا بالجمع والحصاد بإذن الله تعالى شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته